أهلاً بحضرتك طبعاً معجبينك وعشائك في مصر وفي الشرق الأوسط كله وفي العالم العربي فاكرينك وفاكرين أغنية أناديكم الأغنية الأيقونة اللي بقى له يمكن أكتر من أربعين سنة وعيشة لغاية دلوقتي وكأنه لنتها الآن رغم صغر سنك أناذاك هل كنت تتوقع أن الأغنية دي هتعيش لأكتر من أربعين سنة؟ إطلاقاً أذكر تماماً لما لحنت اللازمة المقطع الأول في قصيدة أشده على يديكم للراحل لتوفيق زياد اعتققت أني مثل أي شاب في مطلع عمره لحن مطلع أغني كما يرغب كثير من الشباب والصبايا رحت عند والدي والدي كان أول عازف كمان في بيروت فقلت له أنا لحنت مطلع قصيدي فهو استائم الموضوع لأنه عانى من السهر ومن الفن لم يكن يرحب أن أنت تدخل مجال الفن إنما عندما سمع مطلع ونديكم قال لي بلهشته لبيروتية يا أبي شو عامل أنت؟ قلت له شو عامل أنا؟ شو غلط؟ قال لي شو غلط؟ قال لي هادي الغلطة هادي الورطة لحت ورطك هادي أجمل ورطة بحياتك لحتكون وأنا يعني بعدي بذكر قال لي ضمن أغنيتك النبض قلت له يعني قالت إيقاع قال لي لا ضمنها نبض الناس وأنا مسيس من بداية حياتي وعندي إنحياس كما ذكرتي لكل المصدعفين والفقراء دمنت الإيقاع اللي هو نبض الناس وغنيت أول مرة في مستشفى ميداني للجرحة فتنة على المستشفى دي وقت الحرب الأهلية في لبناء بداية بالخمسة وسبعين فتنة حاملين قلاتنا المستقية فالأطباء والممارضات اتفاجأوا أنه بتعملوا إيه يعني مستشفى نقول لهمنا نغني للمصابين والجرحة وأذكر أني غنيت سبع مرات متتالية حتى زاعت أكتر مني وأصبحت أغنية وانتشرت كمان نار في الهاشيم يعني طبعا أنا ما كنت أتوقع نجاحة ولا كنت مقرر أنا أني لحكون مغني وملحن لأنه هواي من الأول مسرح وسنما إنما كانت ورطة مثل ما قال الوالد وأجمل ورطة بحياتي